يا مسائل فل على حضراتكم يا رب ليلة سعيدة عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم إن شاء الله حلقة جديدة من سوبر تايم على تايم سبورتس النهاردة رمضان صبحي اتكلم في نقطة مهمة جدا في المؤتمر الصحفي لما تسأل على اللعيبة الكبار اللي ممكن يخشوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبيات توكيو إن شاء الله تحديدا كان الكلام على محمد صلاح لما تسأل رمضان صبحي عن محمد صلاح ما تكلمش قوي عن محمد صلاح ولكن قال لازم التركيز على لعبي المنتخب الأولمبي الواحد وعشرين لازم إن احنا نديهم حقهم بشكل كامل هنا في نقطة أولى النقطة الأولى إن رمضان صبحي النهاردة والأيام اللي فاتت بيثبت إنه هو قائد حقيقي لمنتخب مصر قائد لهذا الفريق أدى دوره بشكل رائع جدا في هذه البطولة بشكل ممتاز سواء فنيا داخل الملعب أو معنويا خارج الملعب لعيبة المنتخب الأولمبي طبيعي عايزين يحسوا إنه هم الأهم هم اللي عليهم الثقة هم اللي إن شاء الله يسافروا توكيو ويحققوا إن شاء الله مدالية في هذه الأولمبيات دي من ناحية رمضان صبحي ناحية الثانية في أزمة من غير الأزمة عملها بعض الناس بعض الناس اللي قالوا لأ ما ينفعش نقول أسماء التلاتة اللي المفروض يخشوا المنتخب الأولمبي في الأولمبيات مفهوم إن إحنا لسه بدري النهاردة كابتال شاوي غريب قال إحنا لسه شهر ستة هنعلن على كل الأسماء مفهوم ده جدا ومفهوم قوي إنه النهاردة صلاح ممكن يبقى في أعلى مستوياته ممكن وقتهم يبقى شفى أفضل مستوياته إن شاء الله يا رب يابد عن كل اللعيب الأسوات بس ممكن أي لعيب من اللي ممكن يتم اختيارهم يكون لقدر الله مصاب وبالتالي ممكن نشوف لعيب ممكن لعيب زي حمد فتحي تقلق بشكل رائع جدا فترة اللي فاتت قبل ما يصاب يكون هو اللي موجود في قائمة المنتخب الأولمبي أو يظهر لعيب الشبه حمد فتحي بيتقلق بشكل لافت جدا ومفاجئ جدا لنا كلنا مش شايفينه دلوقتي ويبقى موجود وقتها مع المنتخب الأولمبي لكن الأزمة حصلت منين للأسف أزمة بدون لازمة كان عادة يعني سبحان الله بنسيب أي فرحة بنسيب أي انبساط ونمسك في أزمة أو نخترع أزمة نقلف أزمة النهاردة الناس بتتكلم لا ما كانش المفروض نقول أسمائي التلات لعيبة ما ينفعش نقترح التلات لعيبة ما ينفعش يا جماعة تهدروا حق اللعيبة اللي كانت موجودة مع المنتخب الأولمبي مية في المية مفيش إهدار لحق هؤلاء العظماء الرجالة اللي عملوا أداء رائع جدا وشرفوا بلدهم بشكل رائع جدا وكلهم يستحقوا أن يبقوا موجودين في الأولمبيات لكن لما ينخش الأولمبيات ده مستوى تاني خالص من التنافس لو بقى عندنا لعيبة كبيرة مؤهلة ممكن تعالج بعض القصور في بعض المراكز مع المنتخب الأولمبي نضمهم مفيش منع الأزمة يعني احنا ليه عاملين أزمة على فكرة البرازيل نفسها مش منتخب كامل البرازيل بكلمكم على المنتخب الكبير الارجنتين مش منتخب كامل فرنسا اللي خياد كاس العالم لو قلتني مثلا فرنسا اللي خياد كاس العالم محتاجين لها لعيب من أي منتخب تاني ممكن نحطه ده منتخب خياد كاس عالم يعني خلاص مفيش بعد كده هقولك مثلا المهاجم الصريح من فاشي بقى جروه هو مهاجم منتخب فرنسا ممكن نجي مهاجم تاني ونحط بأي فريق أو منتخب في العالم عنده نواقص النواقص دي ممكن نكملها وقتها إن شاء الله مفيش أي أزمة خالص دلوقتي احنا بنلعب بنلعب ايه والله واحد يقول لك أنا عايز طريق حامد واحد تاني يقول لك لا أنا شايف البكرايت في مشكلة إراك ناخد أحمد فتح والأحمد المحمدي لا أنا شايف إن مركز الجناح الأيمن ممكن نحط فيه محمد صلاح لا إحنا محتاجين ترزجيه بندردش بنتكلم بنتوقع بنقول يا رب إن شاء الله منتخبنا ينافس على مدالية في الأولمبياد فده طموحنا من اللعيبة اللي ممكن تشارك في هذا الإنجاز لكن مفيش أي حاجة أكيدة ممكن مثلا الكابتن شاوي غريب وقتها يكون كل اللعيبة اللي في المنتخبين اللي مدون نضغوا بشكل رائع أكتر كمان وكمان في الدوري المصري أو في أي تجربة احترافية ويقول ساعتها لا أنا مش هاخد ولا لعيب من الأعمار الكبيرة بس ما ينفعش نقول لكابتن شاوي غريب برضو من دلوقتي لا ما تاخدش لعيبة من كبيرة لعيبة دي رجالة وخلاص وخده معتمد عليهم يمكن عنده نواقص يمكن محتاجة يكملها ليه نعمل أزمة واحد ليه رأيش والتاني ليه رأي آخر وفي مشكلة بدون داعي تتصدر للمنتخب الأولمبي اللي عنده بكرة إن شاء الله نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة قدام المنتخب الإفواري بإذن الله نحصد البطولة على أرض مصر وسط 80 ألف مشجع إن شاء الله كلهم يهتفوا باسم مصر ويحتفلوا بهذا المنتخب الرائع جدا اللي قدم مستوى مبهر جدا ونسانا اللي حصل من المنتخب الكبير في كأس الأمم الأفريقية إن شاء الله كل التوفيق اليوم بكرة كلهم رجالة كلهم فوق دماغنا مفهومش واحد ما عندوش قدرات فنية رائعة جدا لما بنيجي نقول لعيب كبير يخش المنتخب الأولمبي ما بنقصدش أبدا التقليل من أي لعب في هذا المنتخب إن شاء الله كل التوفيق ليهم بكرة كلهم كانوا رجالة